وبيكمل نجيب كلامه بيقول انه لما سابهم وطلع المكتب لقى اتنين زباط من بوليس الحرب ماشيين وراه وطلعوا وراه المكتب وكل شوية يبصوا وراه ويتلفت يلاقيهم فرح مزعق لهم رح رد عليه وقالوله ان احنا عندنا اوامر نخش القصر من الاميرالاي حسن كمال كبير اليوران فسابهم نجيب ودخل على مكتبه واتصل بالتليفون على عبد الناصر وحكاله اللي حصل فعبد الناصر رد عليه وقال له انا عبعتلك عبد الحكيم عامر القائد العام لقوات المسلحة هيعالج الموقف على طريقته ولما جي عبد الحكيم عامر بصل لواء محمد نجيب وهو خجلان وبيقول له مجلس قيادة الصورة قرر اعفاقك من منصب رئاسة جمهورية فرد محمد نجيب وقال له انا مش هستقيل دلوقتي علشان او عملت كده هبقى انا المسؤول عن ضياع السودان لكن لو الموضوع قاله يا مرحب وبعدها عبد الحكيم عامر قال له انه هوديه فيلا زنب الوكيلة واقسم له ان هيقعد فيها كام يوم بس وبعد كده هيرجعه على بيته تاني لكن محمد نجيب ما خرجش من الفيلا دي 30 سنة تحت الاقامة الجبرية لو كنت فاكرا ان الموضوع مجرد مظاهرة طبع غلطان الموضوع كان صراع بين طرفين محمد نجيب اللي كان رئيس للجمهورية وقتها ومجلس قيادة